ثم نمر إلى الإضحاك بعد الهزل الإضحاك ويمكن أن نشير هنا إلى أن الإضحاك هو مفعول الهزل بينما الإضحاك يعني الفرق بين الإضحاك هو أن الإضحاك غايته الإضحاك والإمتاع بينما الهزل غايته النقد والتصحيح والتغيير وأن الإضحاك هو مفعول الهزل وأثره الإضحاك رغم عرف عن المعارف من تشاؤم واشتهربه من سودوية النظر للحياة ورغم جاهر بالقول يا موتو زور أن الحياة ذمين يطلع نفسه جدي أن دهرك يهزل فأن النظر في قسم الرحلة يقف على ولع المعارف بالإضحاك والضحك الذي يبلغ اتمامه بحد التنويع في وسائله والتعديد في مظاهره من وسائل الإضحاك إذن يمكن أن نجد المفاجأة سوء التفاهم التكرار إلى غير ذلك إذن المفاجأة مثلت المفاجأة عنصر الإضحاك حين حادت بالقارع عن المتوقع من ذلك تلك اللحظة التي بدأ فيها مقارح مسررا بممن عليه الله من حور حسان يترشف ورضا بهذه ويستغرب جمال الأخرى فإذا بهما حمدون الحلبية وتوفيق السوداء قبح وسواد ورائحة كريهة فإذا مقارح ينصرف عنه ملائذا بحرية الثمر أيضا سوء التفاهم مثل سوء التفاهم وسيلة من وسائل الإضحاك من ذلك ما حصل بين مقارح الطامع في دخول الجنة بشأره ورضوان فبعد أن نوع البطل شعر المديح قوافية ورويا إذن حتى قال ما لو جمع لكان ديوانا لم يلقى إلا متلقيا لم يفهم ما سمع من شعر سوى اسمه قال سمعتك تنادي رضوان ولا فهم ما قصدك التكرار يمثل التكرار أداة من أدوات الإضحاك وهو ما نجده في لازمة يكررها المعري أو صفة أو حدث وأمثلة ذلك صفة الشيخ الجليل عندما يكرر مرات كثيرة الشيخ الجليل نفهم أنه لا يقصد بها الإجلالة ولا التقدير بعبارة شيخ وإنما الإشارة إلى التناقض بين السن والفعل أو صفة الجبان التي بدأ عليها ابن القارح في مشهد الصيد أو في لقائه أفعى العالمة بالقراءات وكذلك صفة المتطفل على سكون الآخرين يعني صورة ابن القارح وهو يهرب من أفعى إذن صورة مثيرة للضحك كما تجعل لقاته بشخصية الرحلة وتظاهره أمامهم بالعلم والأدب في ساحة تنكر أهلهم لهذه الحرفة وأداروا لهذه ظهورهم يعني أن الأدباء في الجنة وهو يحدثهم عن شعرهم في الدنيا كذلك يأتي الإضحاك من تكرار الفعل من ذلك يعبر طوص من طوص الجنة في اشتفيها بعيدة منصوصا وتمروا يوزف يتمنها بعض القوم شواء ويختارها بعض الحاضرين كردانانج وبعضهم معمولة بالسماق وبعضهم معمولة بالنوخل وغير ذلك وهي تكونوا على ما يريدون ثم الدعاء أيضا وسيلة من وسائل الإضحاك من ذلك الدعاء لابن القارح الذي يلحق صفة الشيخ يعني كلما قال مولاي الشيخ الجليل إذن ونجد بعد ذلك جملة اعتراضية فيها دعاء والإضحاك في الدعاء ظاهر وخفي فمنه مثلا دعوة كت الله أنف مبغضيه يعني الدعاء في حد ذاته مضحك يعني جدع الله أنف من يبغض ابن القارح ومنها ما يضحك لأن المقام يكشف سؤنية فيه مثال ذلك أن المعري يدعو لابن القارح مولاي الشيخ الجليل أعلى الله درجته والحقيقة أن ابن القارح وقتها في زيارة لأهل النار فكأن أعلى الله درجته في النار بمعنى أن يجعله في سقر والمقام إذن لقام القارح بأهل النار لذلك يسبح الدعاء له دعاء عليه من وسائل الذحاك إذن الاختلال في الجنة وهما يدعو إلى الضحك هو الحاصل بين المنشود والموجود فالجنة قصور من زمرد يجاور بعضها بعضا ثم تنبت بينها أكواخ أو هي مكان مقدس تسبيحا وحمدنا وخشوعه جلال في حضرة الإلهية ولكنها سكر وعربدة وخصومات واختلاء بحريات ومعايرات ومنافرات ومهاترات وأهجن ومفخرات حتى يكسر رجل على رجل إذن كوزا من ذهب في طبعا قمة من قمم الانحطاط الأخلاقي والقيم والمقام والمكان جنة يمكن أن ندرس أيضا الإضحاك من جهة مظاهره إذن الإضحاك له جملة من وسائل وله جملة من المظاهر من ذلك الحركة المضحكة وهي حركة شيخ مهرولا وطبعا هرولة شيخ وجاري شيخ تثير دائما كثيرا عواصف الضحك ويهكير لمسامع من تلك الحية ويذعر منها ويذهب مهرولا في الجنة فأن يفر شيخ من أفعى فهذه فضيح الكلمة وهي كلمات غريبة المعنى غريبة التركيب من ذلك كلمة شزر نوبتن وطلم فحينة والجحجالول وزقفونة وحمصيس وخربصيس الكلمة وحدها دون فهم معناها إذن قادرة على إثارة عصيفة من الضحك ثم الموقف من ذلك موقف إذن ابن القارح في موقف الحشر مع علي بن بي طالب إذن يأتي عليا وهو متيقنا أنه سيساعده فيطلب منه سك التوبة فيبدو هذا السك وقد ضاع إذن ينادي على إذن قاضي حلب ليشهد بالتوبة فلا يجيب إذن هذه المواقف كلها مواقف مضحكة فأظهرت الولاة والجزع وأخذني الهلوع القلو لي حبي عندها نرط وقد أخذت الرمق وكذلك موقفه هو يتحاشى ركوب الخيل بعد دعوة عدي بن زين يقول إنما أنا صاحب قلم وسلم ولم أكن صاحب خيل ولم يجر طويل الذيل ويجوز أن يقذفني السابح على صخور زمرد فيكسر لي عددا أو ساقا فأصير ضحكة في أهل الجنان أيضا من مظاهر الضحك إضافة للحركة والكلمة والموقف الشخصية الساذجة وتتجلى شخصية ابن القارح ساذجة في اعتقادها إمكانية رشوة الملائكة بما يرتش به خزانة العاجلة من شعر وكذلك عدم إعمال عقله في ما يروي مما يجعل منه شخصية ناقلة لعاقلة كما بدأ ابن القارح شخصية ساذجة في قوله محتجا على رضوان خازن الجنان لو أن الأمير أبي المرجع خازن مثلك ما وصلت أنا ولا غيري إلى قرقوف من خزانتي ترجمة نانسي قنقر